فورة غضب جديد يشعلها أبناء البصر عنوانها انتفاضة وتهديد شعبي للحكومة بعد أن أصبح منفذ الشلامت وجهتهم جميعا فيما يتعلق بفتحه بعد أن داق الحال بفعل جنون الأسعار الحدث هذا مرتبط بحالة جنونية أصابت النفط الأسود بالعدوى أيضا بعد الحديث الرسمي عن وجود النية في رفع جزئي لأسعارهما أجج تظاهرات واعتصامات كبيرة لأصحاب مصانع الأسفلت والعاملين فيها انطلقت قرب مصفى الدورة احتجاجا على قرار وزارة النفط رفع أسعار الوقود رد برلماني رسمي أكد أن قرار الوزارة وتزامنه مع رفع أسعار المواد الغذائية أثر سلبا على حياة المواطن ورفع نسب البطالة وسطة برلمانية مع وزارة النفط أدت إلى التاريوت بقرار زيادة أسعار النفط الأسود لكن حالة الاحتقان الشعبي تنتظر ضغطة زر للنزول إلى الشوارع من جديد بعد أن قلبت أسعار المواد الغذائية وإغلاق منفذ مهم كمنفذ الشلامجة قلبت الطاولة على حياة المواطن شركة توزيع المنتجات النفطية بدورها ردت على بعض ما نشر في وسائل الإعلام مؤكدة أن قرار رفع أسعار وقود زيت الغاز المجهز لمصانع ومعامل الإسفلت لا يعني إلغاء الدعم الحكومي عنها بل الإبقاء على نسبة دعم تفوق 70% مع الأسعار الجديدة في جميع الحالات فإن حالة غضب عارمة بين صفوف العراقيين في شتى المحافظات نتيجة التخوف من استمرار اتفاع الأسعار في جميع المواد والمنتجات دون حلول جذرية تضعها الدولة العراقية ما يهدد بنتائج لا يحمد عقباه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر